بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله وعلموا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب شرح الآيات قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب يعني ذلك الذي حصل لهم يعني لليهود كما مر في الآية السابقة حصل لأنهم عادوا الله عز وجل وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم بكفرهم ونقدهم للعهود ومن يعاد الله فإن الله شديد العقاب فسيناله عقابه الشديد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولخزي الفاسقين يعني ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغيظوا أعداء الله عز وجل في غزوة بني النظير أو تركتموها قائمة يعني على جذوعها لتنتفعوا بها فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا وليذل الله جل وعلا به الخارجين عن طاعة من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير يعني والذي رده الله عز وجل على رسوله من أموال بني النظير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصابتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقد سلط رسوله على بني النظير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه جل وعلا يستفاد من الآيات فعل ما يظن أنه مفسد لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض كذلك من محاسن الإسلام مراعذ الحاجة للمال فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم وبذلك تم شرح الآيات الكريم بعض أحكام تجد في الآية الكريمة ذلك مراعاة مخرج الثالطرف اللسان مع أثراف الثانية العليا هذه الألف الصغيرة في كلمة ذلك أنظر إليها أي ألف صغيرة في المصحف تأتي في بعض الكلمات حكمها مد طبيعي مد طبيعي ما هو المد الطبيعي؟ يعني يمد بمقدار حركتين ذلك ذلك هكذا بأنهم انظروا إلى النون المشددة أي نون مشددة أو ميم تغنى مقدار حركتين كما قال ابن الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددة وسم كل حرف غنة بدا انظروا إلى الميم في كلمة بأنهم عليها علامة سكون أي ميم عليها علامة سكون في المصحف حكمها إظهار شفوي إظهار شفوي طيب كلمة شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نفس كلمة الضالين التي نقرأها في سورة الفاتحة كلمة ومن يشاق نفس الحق ونكتفي بهذه الأحكام الحمد لله رب العالمين